أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدسا ومن خلفهم سدسا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسل سلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثال ثلث فقالوا إنا إليك مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بمن لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من من دونه آلهة يردني الرحمن بضبط لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الخلون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمجوا لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وباعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل أهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك لن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعة إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفقهم مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقيلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وله لما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكنوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جنون ومن نعمره ينكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بكر وقرآن مبين ليندر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلق لا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذ خل من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ومولهم جند محضرون فلا يحزن ذلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا من لطفة فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لكم فيقلون فسبحان الذي بيده ملق لو تقل لشيء وإليه ترجعون بسم الله شكرا 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 لقد ترجمة نانسي قنقر